ترجمة نانسي قنقر 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 أول شيء الناس تكون عارفة مصبوط من خلال هالحملات من خلال أولين تكون موجودة بالمراكز وعند الناس الحكمة اللي عم يعطوه هيدا أو المراكز التجميل يكون مكتوب عندهم أنه شو ما قادرين يعملوا حتى الناس كمان تكون واضحة عندها والطبيب اللي إذا بدي استعمل الكلمة اللبنانية يعني هيك الفلجار شوية بتقول بيخبص أنه الطبيب اللي كمان ممكن هو يجري عمليات وتعمل تشوهات من وراء وإنفكشنز وغيرة خاصة بالوجه وهي دي الأشياء بنشوفها كتير ناتيا الطب منه سحر والطب عطول فيه ريسك اشتراكات كومبليكيشنز منساميه الطبيب المختص الريسك عنده بيكون بحد الأدنى الطبيب اللي منه متخصص بتلاقي الريسك عنده صار كتير أعلى متخصصين بتلاقي الشويس اللي بيعملوه ببعض أنواع الفلرز بتكون أرخص يمكان يوفره على المريض أو يوفره بشي تاني ممنعرف ليش ممكن بيلاقوا أنه البرودكت منه منيح وأوقات بيطلع برودكت جديد وبينعمله دعايات وبينعمله أشياء كتير مهمة بيطلع بعد سنة أو سنتين البرودكت ما بيسوا بيعمل تافع أولاد وهون كمان الطبيب المختص فيه وعنده قدرة يعرف أنه لا نحنا بننطر ويكون عنده قدرة يفوت على الدراسات اللي نعملت حتى مش بس يسمع كلمة البيع المؤسس اللي عم يتبيعوا البرودكت يكون هو إلا لهالمؤسس لا هذا البرودكت أنتوا بعد بكير تسوقوه طولوا بالكن أنا مرح أخدو هالبرودكت أنا بفضل حتى ما تسوقوه لأنه بعد ما في دراسات كافية وهي دي من الريجوليشنز اللي عم مشتغل عليها هي مسؤولية الطبيب وضميره بالنهاية طبعا بدنا نشوف الاسبوت اللي عم يرافق هالحبلة على التفي طبيب متخصص بأمراض الجلد تجميل مثل البوتوكس الليزر وزرع الشعر عم بيحسن مظهر الناس وسيئتهم بنفسهم بس انتبهوا مين مكان عم بيمارس التجميل والناس ضايعة هاي دي أعمال طبية دقيقة وما بيجوز وحتى ضد الآنون غير الأطب المختصين يمارسوه طبيب المختص بيعرف أي علاج الأنسب والتقنية اللازمة وفي يمنع من المشاكل اللي ممكن تنتج وإذا صارت يعالجها صحة جلدتكن بتجمي الحياتكن ما تسترخصوا فيها لا شك إنه هيدا موضوع ما يسترخص فيه أبدا نفيك تسترخص باللي بدك إلا بصحة بس مش بالصحة أكيد شو لازم واحد لنكون براتيكو الناس اللي عم تسمعنا يعني كمان تاخد معلومات وتستفيد دكتور تومة أي أسئلة لازم نسألها لحالنا لنختار الطبيب المختص أنه نعمل هالعمليات التجميلية أول شيء لأي علاج تجميلي بنصح بالاتجاه للطبيب المختص اللي هو عادة أو طبيب جلد أو جراح التجميل اللي يعني مرخص له بالتجميل أوكي غير الأطباء فيه كثير من غير الأطباء اللي عم يبلشوا يمارسوا هالعلاجات يعني ما فينا نستنظر أنه ياخدوا الناس يمكن نفس النتيجة لأنه ما في الخبرة ما في الوقت اللازم اليوم بكل المؤتمرات الحكمة معروض عليهم أن يتعلموا كيف يعملوا بوتوكس ويتعلموا كيف يعملوا فيلرز بس هي مش بس قصة تكنيك قصة خبرة قصة علم قصة سنين قصة ألاف الحالات اللي بتنعمل لوقت ما واحد يوصل لوضع معي وقصة أنه واحد يكون دارس الجلد يعرف الجلد من شو معمول كيف بتفاعل شو مكوناته مش بس أنه أخدنا قبرة وعرفنا وين نشكها وكيف نشك أكيد أكتر بكتير من هيك حتى ناخد النتيجة اللازمة ونكون عملينا بشكل سليم هالمراكز اللي عم ينراح عليها هل يتورى الشخص يروح على المركز هل في طبيب مدير لهالمركز وهالطبيب لازم يكون طبيب مختص بالعلاج اللي عم ينعمل يعني أغلب الأوقات ما في طبيب لأنه هل المراكز عم تاخد الترخيص من وزارة الاقتصاد ما عم تاخد من وزارة الصحة فهي الشغلة عم يشغل عليها يعني لازم المراكز اللي بتعرض عمليات وعلاجات التجميل يكون مرخزة من وزارة الصحة ويكون فيها طبيب أو طبيب جلد أو جراح تجميل مختص بالعلاج اللي عم ينعمل في عنا مثال على الخط في ست حب تخبك كمان يعني هيك بتضيف على الحمل التوعي اللي عم تقوموا فيها ليلي صباح الخير أنا بونجور بونجور ليلي خبرينها شو صار معاك بنت من ثلاث ايام هيك حرقت اجرا وقعت عليها ما يصخني نعم فعليت هيك مثل بقبوئة بقبوئة هيك يعني على الرخم أوكي فنس بقولوا انه لا لازم نقحط لهي كليام نس بقولوا لا انه خليها هي لحد بقبوئة بقبوئة هتصل فينا بعد الهوا دغري دكتور تومة بجاوب على سؤالك لانه اليوم موضوع اللي عم نحكي فيه شوي موضوع دفيران سلامت تقلبه ورح يجاوبك دكتور تومة بعد الحلقة دكتور تومة لما منقول انه فينا بدنا نطرح اسئلة على الطبيب المختص هون عم نحكي عن اي انواع من علاجات الجلد انا بسميهم عمليات اذا ابري فاتت عمليات متى ما ابري فاتت صار بده طبيب يعني عم نحكي من قبر البوتوكس والفيلرز عم نحكي على علاجات الليزر خاصة الليزر يلي بيقشر يعني اليوم اكيد اغلب الحكومة ما بقى يعملوا علاج الليزر للشعر بس اغلب العلاج الليزر للشعر لازم ينعمل تحت اشراف طبيب مختص وموجود مش طبيب مش مختص او طبيب مش موجود بالملكات نشوف انه كل في كتير انستيتيو بيعملوا زراع شعر زراع شعر عملية جراحية كتير مهمة وفي خطورة يعني الحكيم اللي عم يمارسه لازم كمان يكون عنده الاختصاص ويكون عنده اختصاص جراحة جلدية او جراحة تجملية شو فيه ريسك هوني انه ما يزبط العملية وإذا فيه انفكشن فيه ريسك اشتراكات من البنج الموضعي وحتى يقدر ينعمل زراعة شعر لازم يكون فيه كمية كتير كبيرة إذا مش هائلة من البنج الموضعي حتى المرقية يقدر يتحملها وممكن هذه تعمل مشاكل للقلب او ألرجي او اي شيء هلو من عملية سهلة يعني مثل يصوروها البعض اكيد هلأ صار فيه الى تسهيل كل العمليات التجملية تسهلت كتير بس ما تسهلت لتسير الست البيت تعملوا بعدهم تسهلت عملوا بشكل آمن وحلو من قبل الأطباء وطبعا حتى لو عم تنشيل الشعرة من ورا شعرة شعرة عم تنشيل مئات إذا مش آلاف الشعرات من خلف الراس هذه ما معناتها بطلت عملية وبطلت جراحة بعدها جراحة بس جراحة جراحة من ملسة منلاحظ هذا الشيء كمان بالأدوية اللي حدا بيصف لحدا دواء خاصة للجلد والبشرة حدا بيصف لحدا دواء والحدا بيستعمل دواء ويقدي إلى التشوه أو بيعمل الرد الفعل العكسي الطبيب بيكون عارف شو الجلدي وشو الدواء المناسب لقلقه نرجع للمراكز هلأ في كتير مراكز عم تجيب أطباء من الخارج الشخص لازم يعرف أنه هالطبيب يلي جاي من الخارج لازم يكون له ترخيص من النقابة ومن وزارة الصحة تقدر يشتغل أيا في كتير بتاع في أطباء لبنانيين بيسفروا على الخليج وعلى أفريقيا وأوقات على يوروبتا يميرسوا مهنتهم بفترات معينة نحن كلنا بنخضع لأوانين كتير سارمة هنقدر ناخد الترخيص برا منا أسرع من غيرنا في ناس أكتر من غيرهم بس الحكيم اليوم بيجي على لبنان معه شنته معه غراضه بيعالج وبيمشي بلا ما يمروا على وزارة الصحة بلا يمروا على ياخد ترخيص شو عمل علاج ما بنعرف شو مسؤوليته ما في مسؤولية بياخد مصاري بغزة من الناس بلا ما عوقات بدون نتيجة معروفة بلا لسه محلة يكون صار فيه كمان مشاكل سمعنا بكتير مشاكل صارت نبال أطباء جوا من بره ومعندهم ترخيص يقعالجوا في لبنان حتى لويركشوب حتى لا يعلموا ناس جروب أطباء أو شيء لازم يكون لهم ترخيص وليزم يكون في علموا خبط ويكون لهم مصدقية ومعروفين أني بالخارج شو يعني بدي أسأل كيف هالحملة لحتة بابلشتوا ببانويات بسبوتات بابلشتوا ببانويات على الطرقات السبوت هون نتشكر وزارة الصحة يلي دعمتنا والتليفزيونات منهم الام تي في وكل التليفزيونات بلبنان عم يفرجوا هالسبوتات يعني كزا مرة باليوم من هلا إلى آخر الشهر ونتمنى أنه يفرجوهم بالبرايمتام شوية أكتر يمكن قبل الأخبار خاصة مع كل هالأخبار الموجودة هلأ لأن الناس يشوفوها لأنه هيدا بعتقد مساج كتير مهم بدي أسألك دكتور توما في سؤال تحت لهوا بيقول لما الست أو الرجل بيتعرض للتشويه لسبب أو لآخر مين بيقدر يلاحق وكيف مين المسؤول في وقت الهال تشويه صار من قبل طبيب طبيب عنده مرجعية اللي هي النقابة طبعا مثل ما قلنا قبل الاشتراكات يلي ممكن تقدلة شويه ممكن تحصل بيد أي طبيب بس لازم تكون كتير نادر بس إذا صارت ما كان في علاج لألا مثل ما لازم أو المريض متابعة ما في متابعة في مرجعية للطبيب في مرجعية هي اللي هي النقابة اللي هي وزارة الصحة المشكلة بالمراكز الثانية اللي ما في يا طباء إنه ما في إلا وزارة الصحة الناس تقدر تروح تتشكه هونيك وتقول إنه أنا صار عندي مشكلة أنا صار عندي هيك وساعتها قصة تطول حتى إذا أنا قابت الأطباء نحن نحكي عن شغل يعني في موضوعين أنا بحب عم محامي الشيطان بكتير محلات بس حتى نوصل للناس لشي أول شيء إنه هذا الموضوع موضوع المشينات والعمليات الصغيرة اللي اعتبروها يعني مينيم إصار في عليها فوليميكا بفرنسا وقفوا مجموعة كبيرة من المشينات بالإنستيتيو ورجعوا رجعون حكينا فيها بفرنسا طلعت منع لكتير أجهزة من يلي بتدوي بالدهون من يلي بتشب الجلد من الليزر يلي بيساعد بالدهون وتراجعوا عنه لموضوع تدويب الدهون خارجيا بس ضلوا على الميزو ثرابي كثير من اللبنانية ما بيعرفوا التفاصيل ما بيعرفوا التفاصيل فإنستيتيو دي ساعملوا هالحجة أنه بفرنسا أو بلانين في شيء مضبوط في شيء خلط يعني في أجهزة ظلموة في أجهزة منظمة كان لازم تتوقف وفي الميزو ثرابي توقفت بفرنسا وبعتقد حتى أشعار آخر لازم تضلها متوقفة بدي أحكي عن بوليميكا وفي أجهزة تدويب الدهون اللي عندها توقفت كمانا ورجعت موجودة على الماركت في فرق اليوم بالأجهزة بين الأجهزة اللي بتطلع من أمريكا اللي عندها وهي الناس لازم تسأله هل يترى هيدا عنده الاف دي اي اي ابروفل الاف دي اي كتير صارم بيقوانينه بالنسبة للأجهزة وحتى وقت مع الاف دي اي بعد كم سنة بيطلع وبعد شهر بيطلع أنه في مشكلة الاف دي اي بتوقفه بينما السي اي اللي هي العلامة الأوروبية منا صارمة أبدا ولذلك مثلا بيطلع أجهزة أوقات بتاخد السي اي ما بتقدر تاخد الاف دي اي لأن الاف دي اي المستوى تبعهم كتير أهم وصار مين أكتر مثلا البي اي بي طلعت بوليميك البي اي بي هلأ البرست امبلانتس اللي بلشوا حطوا نوعية كتير منيحة فيهم أول ما أخدوا السي اي نزلوا النوعية وبعد الوقت صار فيها هالمشاكل هاي دي ما كان عندهم الاف دي اي ما كانت سامحة فيها لذلك بالإجمال الأجهزة الاختة الاف دي اي والعلاجات الاختة الاف دي اي هاي ضمانة يعني هاي واحدة من الأسئلة الواحد لازم يسألها عن حالا ختاما بس لهالحديث كله خلينا نقول انه يمكن طبيب التجميل مش بس طبيب يعني مش طبيب يجل الطبيب التجميل يمكن عنده وبيحاول قدر الإمكان يعمل النتيجة الأفضل بس بالنهاية كل طبيب لازم يكون عنده ضمير ويعطي الأحسن واللي غير مختصين ما ياخدوا ريسك لانه مش بس بينزعوا اسمهم بيشوهو ناس كمان بدنا نقلكون جدلك بهالحملة نحنا متابعين لكم عطول بالم تي في على أمل أنه يكون نتيجة جيدة وإيجابية ستيفاني بونجور سباح الخير أكيد أنت مبسوطة دكتور توما ضيفنا اليوم أنت أكيد مبسوطة ايه وشفت الحملة مبارح كتير حبيتها مهمة لأنه شفت كذا شخص انه عم بيروحوا عند نيس منهم مختصين يعملوا بوتوكس واتسترا وعم يصير فيه تشويه يعني مالي أعلى من التانية وشفنا هيك قصص بقى نطبهوا وهذا الشي غلط 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 كيف لديك اليوم ستيفاني بونجور اليوم لدينا مارك بيروتي مع موضوع جديد أكيد سنبدأ مع رندا فهد واليوم بدأت تحضر لنا دبس لايت ايه دب يعني مش دبس ما في دبس لايت ما في دبس لايت دبس لايت